صحيح رمبير كابور كان حبيب ديبيكا بتكون؟ هالمعلومة صحيحة فبعد دخول ديبيكا عالم بوليود تعرفت على رمبير وعلاقتهم تطورت لحب لكنها الحب انتهى بعد ما اكتشفت ديبيكا ان رمبير بيخونها وبالمناسبة بيقال ان رمبير ما كان اول حب في حياة ديبيكا فقبل بوليود كانت ديبيكا على علاقة غرمية مع عارض ازياء اسمه نيهار بانديا واللي التقت به في مدرسة التمتيل بموبايل وعلاقتهم استمرت ثلاث سنوات لكن بعد دخولها بوليود وتحقيق ديبيكا لشهرة كبيرة بفضل فيلمها الاول مع شاروخان اوم شانتيوم هالشي خلى ديبيكا تعيد النظر في هالعلاقة اللي علمت انها راح تشكل عائق كبير في مشوارها ولذلك انفصلت عن نهار وبعدها دخل رمبير كابور على الخط ومش بس ديبيكا اللي تخلت عن حبها في مقابل تحقيق النجومية كمان في نجوم اكتار ضحوا بحبهم بعد تحقيق النجاح مثل بريانكا شوبرا فالقليلين بس اللي بيعرفوا انه في بداية بريانكا ولما كانت بتشتغل في مجال الموضح ربطتها علاقة غرامية مع عارض ازياء اسمه اسيم مرشنت وكانوا بيخططوا للزواج